شكراً لكم وعلى انشقاق واضح في تلك الحكومة المتآكلة شرعيتها فبعد اتفاقية المركزي طرابلوس مع البنك المركزي التركي التي تم إبرامها منذ أسبوعين ضمن بنوداً مجهولة حتى اللحظة أبرام الكبير مؤخراً اتفاقية مجهولة البنود أيضاً ولكن هذه المرة في اسطنبول مع وزارة الصناعة التركية في ظل الغياب الكل لأي جهة رسمية في مراسم الاتفاقية بالرغم من تواجد السراج في اسطنبول الملتقين بأردوغان الذي يحاول التوسط في مصالحة بينهما نتيجة الصراع الدائر بين المحافظ المقالي والسراج حول الصلاحيات والاعتمادات المالية فقام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارنك والكبير في أحدى الفنادق باسطنبول تحت مزاعم وهي لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا حيث قال وارنك قبل توقيع الاتفاقية أن تركيا وليبيا تواجهان تهديدات عدة على الأصعادات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وإنهما تخوضان نضالا معا حسب قوله ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع الكبير اتفاقية غير معتمدة المحتوى ولا المواد مع المصرف المركزي التركي فيما كانت المعارضة التركية تتحدث عن استنزاف النظام في أنقرة لاحتياطي الذهب الليبي الذي بلغت وارداتها منهما يفوق 500 مليون دولار إذ بدأ الكبير يسابق الزمن لتوقيع أي اتفاقيات تردها أنقرة التي أعلنت مؤخرا وبكل صراحة معارضتها لإزاحته من منصبه أو نزع عائدات النفط منه اشتركوا في القناة